موسيقى مساء الخير على حضراتك ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهل في كل مكان برحب بحضراته يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف حلقة جديدة أكيد هنتابع فيها القرى الأوروبية والقرى العالمية حلقتنا النهاردة هنتابع مع حضراتكو الحديث عن كل أخبار والدوريات الأوروبية وخاصة البريمير ليج وحنشوف إيه اللي بيحصل في كل الدوريات الأوروبية مع انطلاقة يمكن من أسبوعين انطلاقة معظم الدوريات الأوروبية طبعا وعلى رأسها البريمير ليج خليني قبل ما أتكلم مع حضراتكو في أي حاجة أسرة طبعا برنامج المحترف وأسرة قناة النادي الأهل كلها بنتوجه بالعزاء للشعب المصري كله بجميع أطياف ومسلمين ومسيحيين طبعا في حادث حريق كنيسة طبعا القديس أبو سفين في مبابا واللي يمكن انبارح راح دحيطها يعني عدد كبير جدا 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 ناس كانت بتصلي في بيت ربنا وإذا يعني إرادة ربنا يعني تكون كبيرة وحادث أليم كلنا بصراحة تقلمنا به بشكل كبير جدا جدا الحياة الفجاعة دي كانت على مستوى ده طبعا نعي النادي أو قناة النادي الأهلي أو نعي كمان النادي الأهلي في هذه الحادثة الأليمة بينعي طبعا أسر الضحايا وبيتمنى طبعا الشفاء للمصابين زي ما بقول لحضراتكو يعني كانت حادثة أليمة كلنا كلنا مسلمين ومسيحيين كل مصر يمكن اتفاجئة بهذه الحادثة والحقيقة مش مصر بس أنا بتكلم على العالم كله الفجاعة دي تحرقت العالم كله وكمان العالم والقيادات السياسية المصريين كمان على مستويات كرة القدم خاصة وعلى جميع المستويات بصراحة أنا يعني بصفة شخصية على الفيسبوك كل اللي عندي يعني كانوا بيقدموا التعازي فيها طبعا أسر الشهداء وأسر الضحايا يعني عايز أقول لحضراتكو أن العالم كله طبعا نتيجة هذه الحادثة تطلع يعني بتعازيات كثيرة جدا جدا ونجوم من الأهل ومن الزمالك ومن اتحاد الكورة كبار النجوم المصريين في العالم كله على سبيل المثال شفنا محمد صلاح وشفنا محمد النني أندية على مستوى ليبر بول على مستوى باير ميونيخ على مستوى روما الإيطالي وغيرهم كتير جدا من النجوم والأندية العالمية الكبيرة يمكن محمد صلاح خاصة يعني عبر تويتر دي طبعا تعزيت نادي ليبر بول في ضحايا كنيسة أبو سيفين بيتمنوا أكيد الشفاء العاجل لجميع المصابين كمان تويتت محمد صلاح نفس اللغة محمد صلاح نجمينا الكبير كمان بيتفاعل مع هذا الحادث وطبعا بيعزي أسر الضحايا وأسر المصابين وبيتمنى الشفاء العاجل للمصابين على مستوى كمان محمد النني ونجم الأرسنال محمد النني مبارع على حسابه الرسمي على تويتر وقال بتقدم بخالص التعازل الشعب المصري بعد الحادث المأساوي اللي وقع فيه كنيسة أبو سيفين وأنعى طبعا وأنعي ضحايا الحادث الأليم من الإخوة الأجباط وأتوجه بخالص الموساء لأسرهم دعينا الله أن يمنع على المصابين بالشفاء العاجل عايز أقول لحضراتكم يمكن الحادث دوت أكيد كلنا كلنا كمصريين سواء مسلمين أو مسيحيين كلنا كان عندنا ألم كبير جدا جدا يعني من روعد هذا الحادث وحادث أليم خاصة يعني ربنا يرحمهم ويعني أكيد هم دلوقتي موجودين في الجنة الأطفال الصغيرين والأسر كمان الله يصبرهم ويعنهم لأن الفجاعة كبيرة جدا جدا كلنا اتخضينا وكلنا حزنا وكان يوم حزين على مصر كلها ولكننا بنتكلم على أن كل النجوم اللي حضراتكم أريته تلعب بتويتا أو تلعب على وسائل التواصل الاجتماعي بيعز أسر الضحايا الأندية وكل الناس بصراحة لكن يعني كمان استدات وطبعا استدات وقناة النادي الأهلي بقى برضو يعني الناس دي طبعا وزي ما بقول لحضراتك كلنا ده طبعا نعي كل الناس كل الناس مش عايز أنسى حد لكن كل الناس تأثروا بهذا الحادث أليم ده طبعا نعي كمان يعني على الضحايا وعلى إن شاء الله بإذن الله الشفاء العاجل لجميع المصابين عايز أقول لحضراتكو كلنا زعلانين وكلنا متضايقين وزي ما بقول لحضراتكو كل النجوم الكبار زي ما شفتوا كل الأندية والمؤسسات الدولة على رأسهم طبعا الرئيس عبدالفتاح السيسي كمان بينعي أو يعني بيبعد تعازيل لأسر الضحايا والمصابين لكن أنا على المستوى الشخصي عايز أشكر واحد عايز أشكر محمد يحيا محمد يحيا اللي نط من بيته طبعا هو كان نايم نط من بيته علشان ينقذ مش هينقذ بقول لك أولاده لكن أهله محمد يحيا نموذج ليه المصري المحترم نموذج دي مصري بجد يعني كلنا زعلانين في وسط الألم دوت بيظهر دوء أبيض أو نور أبيض كده محمد يحيا نموذج للإنسان عايزين نقول للإنسان المصري ولا هقول مسلم ولا هقول مسيحي ده نموذج للإنسان المصري نط يعني علشان يعمل دوره عشان داخل اللي جوه الكنيسة اللي بيتحرقوا دول صدقوني دول إصحاب أولاده دول متربيين معاه دول في مقام أولاده بغض النظر مسيحي أو مسلم مصري ما فيهاش الكلام دوت واللي عمله محمد يحيا ده يستحق كل التأديل لو نتكلم على نجوم كبار زي محمد صلاح ونني ووا ووا لكن في اعتقاد الشخصي إن النموذج الأمثل بيقدمه محمد يحيا بيقدمه من خلال إيه؟ من خلال حبه لولاده زي ما بقول لحضراتكم الولاد اللي اتحرقوا دول والناس اللي جوه هتلاقي فيه واحد صاحبه عشرة عمر هتلاقي ولاده مصاحبين الولاد اللي جوه هتلاقي الببان مفتوح على بعض معظم الأوقات بيقدمها على بعض الحادثة دي حصلت في منطقة شعبية في منطقة صغيرة في حارة يعني وأنا متربي في عبدين في حارة العلاقات بتبقى يعني ما قدرش أشرحها ما فيش مسيح ومسلم ما فيش الكلام دوت وأنا متأكد لقدر الله لو كانت مشكلة حصلت أو الحريقة دي في جامع أول واحد حينط حيكون واحد مسيحي لأن هي دي مصر ودايما هي دي مصر صدقوني ودايما للأسف بنفتكر دوت في وقت الأزمات يعني دايما آه ممكن نتخنق مع بعض شوية آه إنه واحد الاقتصادية كل دوت ما عندناش أي مشكلة فيه وبناخد وندي مع بعض لكن أول ما تظهر مشكلة النسيج الواحد بيباني ودايما كلمة النسيج الواحد وأن مصر يعني ربنا حارسها ده ده حقيقي نموذج أكتر من رائع وأنا كنت أتمنى فعلا أروح وسلم عليه زي ما إن شاء الله هروح وزور الناس المصابة في المستشفيات لكن أول واحد هزوره هو محمد يحي لأنه بيدي نموذج وبيدي مثل للإنسان المصري الأصيل بيدي صورة مضيئة لكل من يريد أن يخش في حتة المسيح والمسلم كل مرة كل مرة بتطلع بيطلع نموذج وبيخسر الحتة دي على مدار السنين اللي فاتت دي كلها نماذج كان بتطلع بتحاول تخرب في حتة مسيح ومسلم وقودرة إلهية رغم الحادث مؤلم جدا ولكن بيظهر محمد يحي عشان يقول لا أنتوا مش هتقدروا إحنا نسيج واحد وطالما مصر موجودة يبقى مصر موجودة بشعبها بالموجودين فيها مسيحي ومسلم إحنا كلنا مصريين أنا هاني رمزي المصري المسيحي وغير محمد يحي المصري المسلم إحنا كلنا مصريين وكلنا يعني متربيين في طراب هذا البلد وعمرنا وعمرنا ما هنتفرق نهائيا زي ما بقول لحضراتكم الحادثة أليمة جدا موجعة جدا كلنا تقلمنا فيها لكن كمان أنا حبيت أقف عند هذا النموذج وحبيت أدي كمان للي عقله بيوديه في حتة تانية لا 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 خالص إن شاء الله مصر ديت محروسة بأهلها بمسلمينها بمسيحيها بالناس اللي بتحب البلد ديت بجد وأنا واحد أنا بحب بلدنا بحب بلدي مصر اللي تربيت فيها آه عشت 15 سنة في أوروبا وعايز أقول لحضراتكم عشرت يعني شعوب كتيرة جدا ألمانيا والسسرة والنمسا وعشت بينهم عمرك ما هتلاقي زي الشعب المصري صدقوني عمرك ما هتلاقي زي الشعب المصري ميش أمثلة ولا بقول كلام في الهوى عمرك ما هتلاقي اللامة ديت في الأوقات الصعبة عمرك ما هتلاقي الفرحة دي في وقت الفرحة وكمان عمرك ما هتلاقي اللي نغوشة في المشاكل وبشده لكن بتيجي وقت الأزمات بيظهر معدن الشعب المصري اللي ما فيه زيه في العالم يعني تعزينا وحزننا الكبير جدا على هذا الحادث. لكن كمان تحياتي. أنا على المستوى الشخصي وكل أقباط مصر. لهذا النموذج الرائع محمد يحيى. اللي بيدي نموذج على التضحية. وبيدي نموذج على هو الراجل. ما كانش عارف إنه ده هيحصل. هنتكلم عليه في التليفزيونات. لكن هو بيكلم أو بيعمل ده من قلبه. فتحية لي. تحية لكل من ساهم في محاولة الدخول لإنقاذ أي طفل أو أي امرأة أو أي شاب أو أي رجل عجوز. تحية ليهم. ويا رب. التعزية لأهالي المصابين. يعني تعزينا لأن الواحد الألم كبير جدا. وربنا ما يوري حد في أولاده إلا حصل. لكن تبقى أولا وأخيرا مصر بخير. ودايما مصر هتكون بخير. تخش في ملفاتنا النهاردة. اللي هيكون إن شاء الله هنتكلم على الدوريات طبعا اللي انطلقت. زي ما أقول لحضراتكم. اليمين اللي فاتوا. زي الدور الأسباني والدور الإيطالي. وكمان هنشوف مع حضراتكم الحرب المشتعلة في الدور الإنجليزي مبكرا. الجولة التانية. وزي ما أقول لحضراتكم طلق يعني البريميال ليك بقوة وبإطارة شديدة جدا. لو نتكلم على إطارة على المستوى الفني. كمان على مستوى المدربين. الحرب اللي حصلت ما بين توخيل وكنتي كمان. هنتكلم عليها بشكل مفصل. كمان هنتكلم على كرسة المان يونايتد. والمان يونايتد بيفقد النقطة. يعني خلاص الجولة التانية. بنور النقاط وهزيمة صحيقة أمام برينتفورد بأربع أهداف. عندنا كل دوت. هنتابع أخبارنا في الأندية الأوروبية المختلفة. والصفقات كمان اللي عايزين يخلصوها قبل ما يتم غلق باب القويد طبعا في نهاية الشهر الجاري. هنعرف الجولة كمان التانية من الدورة الإنجليزي حصل فيها. إيه؟ زي ما بقول لحضراتكم. واستمرار كمان عروض أرسنال بقوة فيه. وعودة قوية جدا جدا. وبداية قوية عكس الموسم اللي فات تماما. الأرسنال بيلفوز بمباراتين على التوالي. النهاردة كمان هنخلص إن شاء الله ساعة 9 هتنطلق. مباراة مهمة ما بين ليبر بول وكريستل بلس. دي طبعا فيه الجولة التانية من البريمير ليج. خلونا قبل ما نخش على الصحافة العالمية. برضو هتكلم مع حضراتكم في بعض النقاط السريعة. النقطة الأولانية فيه توطر كبير ما بين إمبابي ونيمار. وسائل الإعلام الفرنسية بتكشف كواليس التوتر ما بين طبعا نجمي باريس سان جرمان كليا نمبابي ونيمار. وشبكة جيبن الفرنسية قالت إن نمبابي طلب من إدارة باريس سان جرمان الاستغناء عن نمار. عند تقضيط طبعا عقده في نهاية الموسم الماضي. كمان أضافت الشبكة إن نمبابي بيرى أن الملعب ما يتحملش. يعني السلائس الموجود بشكل جميل وتتكلم على السلائسة اللجومي. طبعا بعد أكيد وجود ليون الميسي العام الماضي. كمان ذكرت التقارير إن اللعب الفرنسي يعتقد أن نتعلم الكتير. يعني أكيد بجوار نمار طوال السنوات الخامسة اللي فاتت. ويعني هو خلاص جي الوقت إنه ممكن نمار أو يعني يكون موجود خارج باريس سانت جيرمان. شبكة جميل كمان ركزت على الأزمة بين مبابي ونمار. ويعني استفحلت بتقلق اللاعب البرازيلي في المباراة التلاتة الأولى للفريق الفريسي. في طبعا بداية الدوري الفرنسي. ونواهت إنها يعني نشأت صداقة يعني سريعة بين نجمي باريس سانت جيرمان. وفور انضمامهم بيتكلم على سيف 2017. لكن دلوقتي العلاقة بدأت إلى حد ما تكون علاقة متوترة. وكمان حضراتكم عارفين إن باريس سانت جيرمان يعني رابط طبعا السنائي نمار وإنبابي بعدين لسيف 2025. وكمان العقد بتاع نمار بينص على إمكانية تجديد تعاقده تلقائيا مع حتى سيف 2027. طيب. نروح على مستوى أوباما يانج طبعا أوباما يانج طبعا لعيب كبير جدا جدا بيرفض تشيلسي يعني رد أوباما يانج مهاجم بارشلونة على العرض الجيد اللي حصل عليه من نادي تشيلسي خلال المركاتو السيفي اللي فات في زل طبعا بحث البلوز على مهاجم بعد طبعا إعارة لوكاكو إلى الإنتر لمدة موسم واحد أوباما يانج رفض عرض تشيلسي وأبلغ النادي وأبلغ طبعا المدرب الألماني توماس طخل مدرب البلوز أنه بيفضل البقاء في بارشلونة هذا الموسم حضراتكم عارفين أن أوباما يانج كمان بيلعب الدور البديل لوفاندويسكي في صفوف بارشلونة حضراتكم عارفين كمان أن بارشلونة بيحتاج يعني بتخلص من عدة لعيبة عنده مشكلة مالية كبيرة جدا بيحاول كمان في موضوع القيد عايز كمان كوندي طبعا المدافع الفرنسي الجديد يكون متواجد طبعا فيه كل دوت فيه لوائح وفي الليجة طبعا ربطة الليجة الأسبانية ربطة شوية العقود بتاعة اللعيبة بالدخل أو بالدخل الموجود في أو ميزانية النادي بشكل كبير طبعا من أرسنال لبرشلونا فيه طبعا المركاتو الشتوي السنة اللي فاتت فيه صفقة يعني كانت صفقة مجانية هنروح لمشكلة المشاكل المان يونايتد وتنهاج أخيرا بيوافق على رحيل رونالدو خلاص الهولندي يمكن بيقوله كده بلغة الكورة جاب آخره يمكن الهولندي أريك تنهاج طبعا المدير الفني للمان يونايتد بقى خلاص موافق على رحيل النجم كريستانو رونالدو في الصيف ده وعدم انتظار حتى لنهاية عقده السنة اللي جاي زعمة العديد يعني من التقارير إن كريستانو بيفضل الانتقال أكيد لفريق بيلعب في دور الأبطال وطبعا تنهاج تخلى عن موقفه بضرورة بقاء رونالدو مع الفريق وبات خلاص منفتح على يعني طبعا يعني من الصعب عادة تاني دمج رونالدو داخل الفريق مشاكل كثيرة جدا على مستوى رونالدو والمان يونايتد من يمكن عدم حضور البري سيزون كله وبعدين مباراة ودية بيخرج من الشوت الأولاني بيروح على بيته مشاكل كثيرة جدا ولكن تنهاج طبعا كان متأكد وكان بيقول إن رونالدو هو جزء كبير من مشروعي في المان يونايتد ولكن خلاص الراجل يعني من اللي شافه من أداء الفرقة ومن أداء رونالدو على المستوى الفردي وعلى مستوى البيهيفيار داخل قد اللبس هو طبعا قال لك خلاص ممكن جدا يسئل الاستغناء عن رونالدو في طبعا امركاته السيف زي ما قلت حضراتكو المان يونايتد ومشكلة كبيرة في بداية السيزون هل يرحل رونالدو رونالدو عايز يروح يلعب في أحد الأندية اللي بتلعب فيه طبعا دوري أبطال أوروبا ولكن الردود بتيجي سريع يعني زي ما بقول لحضراتكو على مستوى اللي يجا مثلا أتليتكو مادريد كان رافض بشكل كبير وجود رونالدو كذلك الباير ميونيخ الباير ميونيخ تعرض عليه رونالدو ولكن أوليفا كان طبعا المدير التنفيذي لفريق الباير قال لك احنا مش محتاجين رونالدو ويمكن ما بين قوسين كده مش محتاجين مشاكل رونالدو يعني ميلا الانتر ميلا كمان رفضوا رفض تام وجود رونالدو وللأسف رونالدو بيخسر كتير جدا جدا من تاريخه اعتقاد الشخصي كان خطوة غير موفقة تماما لكريستيانو انه يبتعد عن البري سيزون مع المان يونيتد ويبدأ المشاكل من بدري في حين ان اندية كثيرة جدا جدا ترفض كريستيانو رونالدو لك انت تخيل جي اليوم ان اندية كثيرة بترفض انضمام كريستيانو رونالدو طيب خلصنا الاخبار السريعة تعالوا نشوف مع حضراتكم الصحف العالمية قالت ايه في المحترف يلا نبدأ جولتنا في جريدة او صحيفة ماركا الاسبانية اللي ركزت على فوز ريال مدريد على الميريا بي 2-1 وطبعا كانت مفاجأة كبيرة عايز اقول لحضراتكم الميريا ده فريق صعد وافد جديد للليجة الاسبانية وكانت النتيجة 1-0 وتعادل ريال مدريد وفي ادائي الاخيرة بفوز ريال مدريد 2-1 على هذا الفريق الصاعد الواحد اهتمت الصحيفة كمان بلقاء اتليتيكو مدريد وختافي بالدوري وكتبت موراتا وسأقول منذ البداية سبورت الاسبانية سبورت الاسبانية اهتمت بأخبار برشلونة خاصة بالتعاقدات الجديدة وكتبت هجوم نهائي من أجل برناندو سيلفا وشافي يطلب التعاقد مع زهيرين الصحيفة كمان اهتمت بهزيم جيرونة أمام فالينسيا وكتبت جيرونة يخصر بأقل نتيجة من فالينسيا نفس صحيفة اهتمت بفوز الريال على المريا وكتبت ما زال مشتركين في الرمونتادة لسه في اسبانيا مع جريدة الاسبانية ركزت على فوز الريال على المريا 2-1 وهدف ألب من رقلة حرة وكتبت هدف من رقلة حرة في أول كرة يلمسها لينهي رمونتادة ريال مدريد بألف فوز 2-1 الصحيفة كمان اهتمت بعود برشلونة بقوة للتعاقد مع برنالدو سيلبا لعب الستي وكتبت التعصر يفعل محاولة التعاقد مع سيلبا طيب نروح لإنجلترا صحيفة دا ساني الإنجليزية كمان ركزت على تعادل توتنهام مباراة أكتر الشجار المدربين طوماس طوخل وكونتي وكتبت طوخل وكونتي خاض انفجارين وغضب البلوز من التحكيم طبعا الاثنين مدربين كبار جدا جدا وظهر بشكل يمكن غير لائق يعني رياضيا على مستوى هنتكلم عليه بالتفصيل طبعا مشكلة طوخل مع كونتي لسه الصحيفة كمان اهتمت بتصرحات فرناندو وكتبت ايرنتين هاج باع الجرو لمانشستر يونيتد واللاعبين طبعا يركضون 13 كيلو متر في اليوم انتقادات كثيرة جدا جدا الميونيتد عزيزة أقول لحضراتكم مشاكل كثيرة في اليونيتد في هذا مع انطلاق البريمير ليج خلينا نروح للصحافة الفرنسية لجريدة الكيب الفرنسية اللي ركزت على تعادل مارسيليا مستاد بريست واحد واحد وكمان اهتمت بالمعرقة الدائرة ما بين نمار ومبابي وكتبت معرقة الغرور نروح لإيطاليا والجازيتا ديلسبورت الإيطالية الجازيتا ديلسبورت الإيطالية ركزت على فوز روما على سلينة واحد سفر ولاتسيو على بولونيا اثنين واحد نفس الجريدة اهتمت باشتباك توماس دخل وكنت وكتبت يعني باي لها من قتال على الحطبة يا له من قتال على الحلبة زي ما بقول لحضراتكم كان فعلا قتال على الحلبة اللي تابع مباراة توتنهام وتشيلسي كانت مباراة على المستوى الفني مباراة رائعة رائعة جدا جدا لإن زي ما بقول لحضراتكم تشيلسي ظهر بشكل أكتر من رائع الشوت الأولاني وكان الملاحظ وكان دايما مخرج وراء دايماً كان عينه على تخل وعلى كونتي في أي هدف بتلاقي على طول تشيلسي جيب جونة هتلاقي تخل زي الصاروخ سبرينتر 30 متر وبيروح وبيشجع فرقته ولكن بيتوجه إلى كونتي يجي توتنهام يتعادل نفس الطريقة يتوجه كونتي إلى قريب من دك تشيلسي إلى تخل وكمان يشجع فرقته بشكل كان شكل صعب جداً وكان شكل فيه فيه حرب بره الخطوط اللي حضراتكم شفتوه وعايز أشرحه سريعاً قبل ما نطلع فاصل اللقطة الأخيرة الشجار الأخير اللي كان فيه دجل وفيه شغب كبير جداً جداً على مستوى 2 مدربين على مستوى عالمي بتخل وكونتي عايز أقول لحضراتكم الطبيعي والرسمي بعد انتهاء المباراة المدربين بيسلموا على بها اللي حصل والناس يمكن ما شافتش النقطة دي بشكل مباشر إن كونتي راح لتخل وسلم عليه ولكن لما كونتي سلم على تخل ما بصش في عنيه وبالتالي تخل مسك إيدي كونتي بقوة ومرضاش يسيب إيديه وبدأت من هنا المعرقة يعني بدأت من هنا المعرقة إن تخل مسك بقوة إيد كونتي وعايز يقوله باللغة الألمانية إن اللي بتعمله ده ما عندكش احترام وبدأت المعرقة من هنا يعني بدأت المعرقة من هنا فاللي ما يعرفش لازم يعرف إن هناك في ألمانيا وأنا عشت في ألمانيا لما تيجي تسلم على حد لازم تبص في عنيه لازم تبص في عنيه فاللي حصل إن كنت مدي إيديه لتخل لكن بيمدي إيديه ومش بقوة سيسله خالص فده بالنسبة لتخل ده عدم احترام وبالتالي فضل ماسك إيديه واللي يشوف اللقطة كويس بعد ما مسك إيديه جامد عمل كده بإيديه قال له بص في عنيه لإن لو ما بصتش في عنيه ده عدم احترام ومن هنا اشتعلت الخناءة بلغة الكورة يعني خناءة ما بين اتنين مدربين كبار جدا لكن بداية بداية الشجار كان في النقطة اللي بقول لحضراتكم إن تخل شاف إن كنت ما بيحترموش في الشيك هند أو في إسلام بعد المباراة عندنا حديث لسه عن الفريميال ليج يعني مع ناقدنا الرياضي محسن لملوم لكن نطلع لفاصل سريع ونستقبل ضفنا النهاردة نجمنا والناقد الرياضي محسن لملوم أهلا بحضراتكم مرة تانية خلونا نرحب بضفنا النهاردة الناقد الرياضي المتميز محسن لملوم هنتكلم معاه في كل ملفاتنا النهاردة في المحترف وخاصة على مستوى البريميال ليج محسن مساء الخير عليك مساء الخير يا كابتن تحياتي لحضرتك وقبل أي حاجة أقول لك البقاء لله وبنعز أنفسنا طبعا في حدث الأمس وربنا يرحمه المساقر أكيد من شاء الله ونعم بالله محسن قبل ما نتكلم على يعني بالتفصيل على أهم المباريات في الجولة الثانية من البريميال ليج عايز أعرف متابعتك خلال الجولة الثانية بعد نهاية الجولة الثانية يمكن لسه ليبر بول هيلعب مع كريستر بالس الساعة 9 رؤيتك الشاملة كده لي بداية للبريميال ليج للسيزن يعني بسم الله الرحيم بصراحة البريميال ليج أوفى بعهده ده هو دائما بصراحة بيوفوا البعود مش حتى الجولة الثانية كمان من الجولة الأولى بصراحة هو من البداية يعني يعني بيعبر عن نفسه خير وتعبير مباريات تقيلة جدا ما فيش فرق ما بين صغير وكبير كلها شفنا بفولها ما عمل إيه مع ليفربول تعادل بشق الأنفس مجبركة نتمسيرة بقية المباريات اليوناتر بتغلب على أرض يعني ما فيش أي سوابط خالص الدور الإنجليزي الصغير زي كبير حديث العهد لسه زي البطل الدنيا ما عندهمش فوارق كبير بصراحة نقدر أقولك كده بالبلد لو حاطد البريمير ليج يعني الدوريات الخمسة الكبرى سواء الإنجليزي الإطالي الأسباني الألماني الفرنسي لو الدور الإنجليزي الواحد في كفة يوزن الأربعة الثانية بل بالعكس يوزن كل دوريات العالم بكل أمانة يعني أنا داما بشبه بقول عليه كأس عالم كل سنة بل أقوى من كأس العالم كنا عارفين لازم حسب مناطق معينة دول معينة لازم تبقى موجودة زي أفريقيا زي آسيا لكن في النهاية الدور الإنجليزي ده بصراحة خلاصة الكورت القدم في العالم بكل أمانة الدور الإنجليزي أوفى بعهده هو دائما أبدا يوفي بعهده رونالدو عايز يخرج من البريمير ليج مشكلة الماني يونايتد شفتها إزاي هل كنت تتوقع هذه البداية للماني يونايتد هل كنت تتوقع هذا التصرف وأنه يوصل يوم من الأيام أنه عندها كثيرة جدا بترفض انضمام رونالدو شايف الماني يونايتد إزاي وشايف الكيز بتاع كريستيانو عامل إزاي مع الماني يونايتد المتتبع من زعاهد رحيل أليكسي فريجسون وآخر البطولة أخذها كان آخر دوري يعني من 2013 تسعة سنين يتأكد أن هذا كان يحصل لأنه المشكلة في وجهة نظري في منشستي رونالدو تحديدا مش في الجهاز الفني وفي اللعيبة لا المشكلة عندهم في العقل المفكر الإدارة ألا جليزر الأمريكان اللي هم المتحكمين أو أصحاب النادي هم اللي عندهم تحس أن هم أنتوا يا جماعة مش عايشين في الدور الإنجليزي يعني مثلا لما يكون المنافس التقليدي بتاعه أو الجار الغريم التقليدي اللي هو منشستر سيتي بيجيب واحد زي هالند لما يكون ليفربول بيجيب نونيز وهو مش بيفكر خالص في الحاجات يعني حركة تعلم أنه دخل في صفقة نونيز بس توقف عندي 50 مليون في حلق طب وده كده انت كده عايز تنافس يعني وسبق الساحة ليفربول خده في الآخر ب75 أو 80 مليون وعلى ما تذكر أو استرليني هذه مش منافسة انت كده مش داخلت نفسك بالمانشستر ناتري في الدور الإنجليز دخل يهرق بكل أمان دخل يهزر دخل يهزر بصراحة بعدين الدور الإنجليز ما فوش هزار ما فوش هزار انت ديك شايف في الدنيا عاملة ازاي يعني كمان نونيز كان الاختيار الأول بالنسبة لهم كان اختار رقم واحد طب بيحطوا اتنين يعني اي وبي وسي اي كان نونيز راح تخيال كان بي كان مهاجم اياكس انتوني برضو ما جابهوش السي كان بنجامين سيسوكو تقريبا برضو ما جابهوش في النهاي يعني دي خطة ناس دخل يتهرق في الآخر أنا فوجة نظر لو استمر ريناتر بشكل ده يستحق مش بس يخرج يستحق على مستوى الإدارة الفنية طبعا يعني قبل طبعا كل الناس بتكلم انه مدرب هايل مدير فني على مستوى عالي جدا عمل عمل يعني شغل كبير جدا مع اياكس وكان الناس بتوسم أخير لكن واضح واضح كمان انه تنهج يعني زي ما بتقول كده ما فيش حاجة في ادي ما فيش حاجة في ادي وكان قبل كده مورينيو والأسماء برضو كبيرة لكن وفنجال لكن هي المشكلة زي ما أنتو حرك في اللعيبة يعني تلاحظ برضو في السن الأخير ده من بتعقده مع لعيبة كبار في السن يعني كان كفاني تقريبا انت برضو بتهرج بالزبط يعني انت داخل انت داخل بتهرج في النهاية دي نتيجة طبيعية تماما 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 واذا كان نز علانا او محب اليونايتد وجمهوري ان المانشستر كان نز علانا على النواة السنة اللي فاتت مركز سادس ما اعتقدش انه يصل للمركز دي يعني بكل أمانة ممكن يتحصر على أيام رالف رانجليك وانت شايف كده الرقم كبير يعني لو ترجع لنا كده الصفحة اللي فاتت والرقم كبير بتتكلم على المانشستر اليونايتد والهزيمة أربعة صفر والأربعة صفر داتا اول خمسة وثلاثين ديئة اول خمسة وثلاثين ديئة دا بيدل ان المان والقادم أسوأ عندك زي النهاردة مباراة ليفربول القادم أسوأ دي ناس داخلها ما بتهرجش حتى زي كانوا مثلا في ريال ليفربول والحديث طبعا هيجي عنه زي كانوا فقط مباراة لكن في النهاية بيجمع نقاط لكن انت داخل عزي أقول لك يا كابتن محشان سرنادي اتفقد هبته انه هو ما بقاش النادي اللعاب عزي تروح له عشان دي جنة كورت خطر ما بقاش دا خلاص يعني تخيل دا أكتر نادي حصل على البرين يعني من كل قدية الدور الإنجليزي هو أكتر نادي حصل عليها منذ انشاءه خلاص هو فقط كل الكلام دا ما بقاش حتى يشارك في بطولات أوروبا يعني قريبا مش يشارك في البرين في الأوروبا ليجوا ممكن حتى في دور المؤتمر ما يلحش يعني دا يانج حتى نجم بارسلون كان متواجه بشكل مباشر للمان يونايتد اعتقد دلوقتي فيه خطوتين لورا لا لا ميت خطوتين لورا ما حدش روحي يعني يعني انا اعتقد مثلا حركة تكلمة بقى على رونالدو رونالدو ظلم نفسه لما راحل يونايتد والله اللي هو راحل يونايتد بس هو عدد موسم كويس يعني ماشي على مستوى الأهداف على مستوى الأسسطة عنده فرصة عنده فرصة خمشهار يوم عنده فرصة خمشهار يوم يلحق يمشي لان المركبة دي بس هو عايز يروح نيدي بيلعب في دورة أبطال أوروبا عنده بروسيا دورتموند يعني الوحيد اللي ممكن يعني يتنازل شوية العقلية الألمانية أنا بقولك من دلوقتي صحف الشريط طيب عالم فش زي ما اتكلمنا ان الماني يونايتد تخسر أربعة سفر كمان حامل اللقب السيتي بيفوز أربعة سفر طبعا على الوافد الجديد للبريمير ليج ولكن نتيجة نتيجة كبيرة نتيجة تقولك ان لأ يعني الماني سيتي ما زال هو المرشح الأقوى لغاية دلوقتي بالزبط يعني نتكلم لسه لسه بدك لكن واضح جدا حتى لما يعني هرجع سنة بس للمانشستر وناتد مش بس الهزيمة اللي هي المخزية لأ كمان انت ماروحتش لجون يعني معملتش حاجة الشاب الشاب يذكر هنا في الستي انت مقدم كسبان أربعة بس انت طول المرش مسيطر بتضيع أهداف يمكن هلند ما سجلش المرة دي في الجولة دي لكن ضيع فرصتين كان يقدر يسجل النتيجة سهلة جدا مع منشستر سيتي كان يقدر يكسب ستة سفر وسبعة سفر بصراحة سيتي ناوي ناوي بص محاولات على المرمى 18 محاولة بالزبط ما بينها 8 ما بين القام العرض بتتكلم في المبقابل 3 الواحد لا بتتكلم على نسبة استحواز عالية جدا وصلت يمكن لسبعين تلمية فالأرقام دي ده ما بيهرقش ده ما بيهرقش ده يخلي عارف ان هو مش بس مسيطر على بطولة الدوري لا ده واخر ربع ساعة من البطولة مش في اخر ماتش ولا في اخر اسبوعين 3 لا ادخلها في اخر 10 دقائق وربع ساعة طبعا لو حركت تتذكر مباركت تقريبا مع الشيفال ديوناتين مش متذكر وكان الاحداث الدرامية بتاعتها في اخر دقائق لما مغلوب 2-0 بعدين جابوا الهدف الاول ثم التعدل ثم كسب 3-2 وبرضو كانت على المحكي نقطة واحدة تطياره تخلي ليفربول يفوز وهو عارف كويس جدا ان المنافسة مستهلة مع فريق زي ليفربول مع فريق زي تشيلسي مع فريق سندي عارسنال عارف المنافسة عشان كده النقطة لها يعني تقلها دهب يعني معدد دهب كمان تقلها ماس فده فريق ما بيهرقش بيبقى يقولك مش مجرد انه يكسب طبيعي جدا سيتي يكسب ويكسب بربعة كمان لكن لا واضح انه عازم انه اكتر من كده يعني لا ده مصمم ازاي ما قلت هارك فريق ما بيهرقش بعكس طبعا فريق ما بيهرقش ده على الادارة الفنية كمان مدير فني ما بيهرقش بيبقى دولا قال ايه بعد المباراة نشوف حضراتك بدأنا المباراة بشكل جيد وحصلنا على ثلاث ركلات ركنية خلال ست دقائق صنعنا فرصا وخاصة التي لم يرى فيها هالاند في مركزه بعدما سجلنا الهدفين الاول ثم الثاني في الشوط الثاني عندما يمتنعون عن الهجوم والضغط عليك فقط ان تكون صبورا فزنا ولم يكن ذلك سهلا لأسباب عديدة نعم قدمنا اداء جيد للغاية اصعب عمل في العالم على المهاجم هو عندما يطبق دفاع الخصم طريقة دفاع المنطقة كما فعل بورنموت لعبوا بثلاثة مدافعين ولاعبين اضافيين امام خط الدفاع هالاند بينهم جميعا كيف يمكنك ان تنجو من ذلك الامر في غاية الصعوبة نحن ندرك ذلك الامر مسألة وقت ويتعلق باللحظة المناسبة والنسق المناسب والتحرك بشكل صحيح لاستغلال جودة اللاعبين الذين لم تلكهم منذ الموسم الماضي بدأ كيفين دي بروين بالتسجيل قبل ذلك كان يقتصر على تمريرات الحاسمة الواحدة بعد الاخرى الان يستمتع بتسجيل الاهداف اتصور ان متعة تسجيل الاهداف كبيرة واعتقد انه من المهم تسجيل الاهداف طبعا بيب قال 3-4 نقط كده يعني منها يعني لو بنلعب مع قدام فريق بلعب كومباك بشكل بشكل دفاع اكتر هكون ايه دور هالاند هو سعيد جدا بالاداء وسعيد جدا بالنتيجة لكن كمان بيقول يعني المباراة اللي جاي هتكون مباراة اصعب النقطة دي هنتكلم عليها بالتفصيل دور هالاند عدم التسجيل في الجولة التانية هل هيؤثر عليه ونشوف كمان تعليق محسن لملوم نقضنا النهاردة في اللي قاله جاردي وولا بعد الفصل اهلا بحضراتكم مرة تانية محسن عايز اعرف تعليقك على الجزئية الالا بيب بالنسبة لعدم تسجيل هالاند في الجولة التانية وان الفريق الامامه كان بلعب بشكل دفاعي بشكل كبير جدا جدا وهو بيقول ان لازم نريد حلول في المباراة القادمة والله طبعا هو مدرب اكيد طبعا مدرب زكيبي ما بيخسرش لعب كبير زي هالاند طبعا كان الناس كلها قد حتى امل كبير عليه ان هو حتى ممكن ينافس محمد صلاح في الموسم ده بداية الموسم ده لقب الهداف لما سجل طبعا اول مباراة هدفين لكن المرة دي غاب لكن هو طبعا غاب لانه يعني ما كانش عنده بصراع حظ كان فيه فرشتين لو سجلهم كان يقدر يبقى كمان وصل الاربع هداف لكن اللي جاي اكتر يمكن هيبقى اسهل شوية مع بعكس الفرق اللي بتدافع بشكل كبير زي برنووس لما يعني دافع قدام اليونيتر قدام السيتي بشكل كبير لكن كل مرشات الدور الانجليزي صعبة مفهاش وكبير زي صغير فهو تصريحاته كانت زكية بس لكن بخصوص هالاند عشان طبعا هالاند لسه شاب صغير فعايز لسه لسه طيب بدايات الموسم اللي الفات كانت بدايات صعبة جدا لفريل ارسنال السنة دي ما شاء الله يعني اول جولتين بستة نقاط وفوز طبعا على لستر سيتي والله وفي صفحة كوميكس كوميدية كده انجليزية كانت خدت تصدر لستر ارسنال للدور الانجليزي يعني على القمة وقالت انه هو وجود ارسنال على قمة البرمليج أشبه بوجود فيل على الشجرة ما حدش عارفت لها ازاي بس كله عارف انه ينزل طبعا لان الفصول البردة اللي كان بيعملها ارسنال كتير بصراحة بيتصدر حاجة غريبة جدا نادي غريب بيفكت بشكل غريب جدا لكن السنة دي طبعا هاي لانه عنده واحد زي قصص بصراحة لعب رائع جدا عايزي بيستنفسه لما السيتي استغنى عنه طبعا لانه جاب هلند فده زي ما الكل عارف حتى محب الارسنال الجانرز عارفين ده لكن البداية طبعا رائع جدا فوزمو سيرجو ولا ارواع على ماتش لستر سيتي اربعة اتنين كانت ماتش قوي جدا ماتش قوي جدا اه جدا جدا فانا شايف ان يعني من اول بولتين كده حتى انديت لندن بصراحة عاملة شغلة عالية جدا عايزي عارف رأيك في جبل جيزيوس طبعا بعد انتقاله من السيتي للارسنال واحرازه وهدفه خلي بالك ده يعني هو جاب جنين ومضيع ثلاثة لسه كنت بقول لحضرتك هو ماشي من السيتي طبعا عشان ما جابه هل اندف نفس المركز فده بيدوله حافز اعلى ده عشان كده بيظهر مع الارسنال بشكل ده ارسنال يعني اهل ونسهلا بقى اي حد يظهر معاه اكيد هيديه طبعا كوفي على ده انه هو الحافز عنده اعلى وبيحاول يزبط نفسه اكتر واكتر عشان كده متقلق وهيفيد نفسه ويفيد الارسنال وخلي بالك هو بقى خلاص بيلعب تسعة يعني تسعة تارجت سترايكر بيلعب بشكل يعني ما بقاش يطلع على الاجناب كتير وانت خرقت على الاجناب بتقلي فرصتك للتهديد صحيح كمان الضغوط عليها قل شوية الضغوط قل طبعا دائما انه ابدا نوع باطل للسنوات الاخيرة في البرمار ريجلولا فوز ليفربول لكن هو ارسنال طبعا اكيد يتمني فوز بالدور لكن في النهاية انما فس على قل يبقى موجود في المربع الزهبي اللي هو غاب عنه طبعا يقدر يشارك في دور ابطال اوروبا يرجع داني فريق قوي يعني كان غاب حتى في الفترة الاخيرة ساب الساحة بقى لتوتنهام طبعا شيلسي موجود لكن هو غاب شوية كان هو والمنشيسة رونتا هو استنادي يرجع ده شيء جميل وبصراحة وجود خصوص نفسه وبصراحة هيفيد الفريق ويفيد نفسه بشكل كبير أكيد بداية ولا أروع للأرسنال يمكن خلينا كمان نبدأ بمباراة اعتقد هي مباراة الجولة معركة الجولة زي ما بيقولوا الخناء اللي حصلت مباراة كانت على المستوى الفني مباراة رائعة ممتازة في كل شيء ما بين طبعا توتنهام وتشيلسي شوفت المباراة اللي نتكلم فنيا وبعدين هنروح هنشوف تخل ويكونت متعة البريمت لك بصراحة مباراة يعني انت قاعد طول الوقت حتى على اختلاف هويتك سي كنت بشجع توتنهام أو سيتا أو عفونا تشيلسي أو ما بتشجعش الفريتين انت قاعد مستمتع بالأداء المباراة رايح جاية ما انتش عارف مين رايح فين الهدف اللي سجله هاري كين ما بيسجلش على فكرة في شهر أغسطس دي كانت فرصة انه هو يعني كسر حظه ما فيش حاجة اسمها على أرض ستامفورد بريتج أو على ملعب مش عارف ويت هارتلين أو ملعب أقصد توتنهام الحديث يعني ما فيش الكلام ده طبعا هي غلفت طبعا بشكل سيء بالخناقة اللي حصل بين المدربين لكن على أرض الملعب بصراحة كانت مباراة ولا أروع يعني بداية جيدة بعض الناس بتقول أن يمكن كان شوية توتنهام محظوظ بإحراز الهدف في الدقاءة الأخيرة أو اللحظات الأخيرة من المباراة لأن تشيلسي خاصة عن الشوت الأولاني اللعب مباراة مثالية من ناحة الضغط على الخصم استحواز خلق فرص فانتش وكل بالي يسجل مبكرا وكل بالي أنا سعيد لكم لبالي لأن طبعا إذا كان في نادي نابولي وفي الدور الإطالي حلاوة كورت القدم أو متعة الكاليتش ولكن الدور الإنجليز في حتة ثانية فأي حد يثبت نفسه فيه بصراحة ده في حتة ثانية حتى الاحتراف فيه بعشرة من المحترفين بره بكل أمانة حتى لو كان الدور الإطالي هو برضو قوي لكن يظل مثلا لما تيجي تتكلم مع الدورات الأخرى تلاقي ماتشين ثلاثة يعني ماتش الريال وماتش البرصة ماتش الميلان وماتش الانتر مثلا يعني أو اليوفي كمان معهم تروح باريسان جرمان في فرنسا غير كده مفيش لكن ترجع بقى أو حتى الدور الإلماني مثلا ماتشات البيرن ودور تومون لكن تروح الدور الإنجليزي كله ماتش جميلة فعشان كده هو هيستفاد أكتر وعملها من البداية أول مباراة رح مسجل تاني مباراة رح مسجل هدف وطبعا في شبكة وتنهمه وهدف رائع هو مدافع وهدف جميل يحتفل فيه بشكل كويس لكن زي ما بنقول الأندية ما بتهزرش برضو الدور الإنجليز هفصمه بيهزرش أنت لما بدأت قوي في الشطر الأولاني دفعت التمن لما مسجلت الجاه ضيعت فرصك دفعت التمن في النهاية أنه سجل فيك هدف في الدقائق الأخيرة واخسرته نقطتين مهمين أكيد في المشوار السنة فاتت لو تتذكر تشيلسي كان بدأ بشكل قوي جدا كان حتى كل ناس مرشعان وهو هيناطح السيتي وليفربول لكن طبعا تعزمزب الأداء وترجع النتائج رجع نقطت نعم كان في بعض الأخطاء التحكمية أنا مش أقبر عليها لكن في النهاية دي موجودة تعالنا وانت نشوف طخل نشوف طخل كمان ونشوف كونتي قال مباراة على مستوى الفني رائع على مستوى الخطوط كان فيه مباراة أخرى ما بين طخل وكنتي تعالوا نشوف الاثنين المدربين قالوا بعد المباراة لقد شبهت الأمر فقط بلاعبين كانت بينهما مشاحنة صغيرة في الملعب لكن لم يحدث شيء ولم يصب أحد في حالة اللاعبين إذا واجهت تدخل عنيف لكنه قانوني ولم يعتذر لك أحد فذلك ليس أمرا ضروريا إنها كرة القدم في الدور الإنجليزي الممتاز واشترك إثنان من المدربين لأن كلانا كان يقاتل من أجل فريقه وكان هذا هو الحال لم يتعرض أحد للإهانة ولم يصب أحد لم نتعارك بقبضات الأيدي أو ما شابه ذلك بالنسبة لي لم يكن الأمر كبيرا لقد كان جزءا من الأمر لقد سخنت الأمور بالطبع واحتدمت لكن لم يحدث شيء سيء كان الأمر جزءا من المباراة لقد قاتل كلانا من أجل فريقه وهذا يحدث على مقاعد الفريقين كونها متقاربة جدا لقد كانت مباراة حامية بالنسبة للمشكلة مع توخيل بالتأكيد أنا لست مسالما إذا أحسست بالعدوانية فسأرد بالعدوانية بالتأكيد لكنني أكرر إنها ليست مشكلة والأهم هو أن المباراة كانت مباراة رائعة أعتقد أنها ليست أمرا مهما يمكن أن يحدث الأمر عندما تكون العواطف مشحونة في كلا الجانبين أعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث كان واضحا جدا من خلال الاحتفال ما تعني هذه المباراة للناديين وربما أيضا للمدربين يعني تعليق اتنين مدربين فعلا محترفين طوخل بيتكلم ممحصن بيهدوء جدا وبيضحك وقال من حق كل مدرب يحارب لفرقته ما خرجناش عن النص بشكل كبير على الجانب الآخر كنت حد شوية لو كان في يعني عنف كنت قابلته بالعنف لكن المباراة مشيت بشكل رائع وما كانش في مشاكل مبين وما بين طوخل يعني انت شفتها ازاي اللقطة شفتها ازاي لا وبيضت نظر انه تخل هو الغلطان لانه يعني فيه حتتين تحسب عليه اولا هو لما تحسب الهدف الاولاني وانت اعترضت عليه بخطأ تحكيمي هو ماله يعني هو مدرب اللي هو كنت مدرب تتنهم ماله وهو ماله ومش هو اللي حسب الجون انت عندك الحكم وفعلا الحكم وقف ورجع للفار بس في النهاية حسبها في النهاية المدرب مالوش زم كمان انت لما جبت الجون التاني انت رح تغيز يعني رح ترقص قدامه هو قالك انا كويسا نشفتك لانه شفتك كويسا طبعا ما شفوه يعني انت رح تتخنم عليه وبعد المباراة كلنا فالمانيا ما هو اعترض على صح فالمانيا لازم تحترم عليك وما بسطتش فانيك ده احترمك فتلاحظ انه هو كنت فهو مسك ايدي يعني وكنت ماشي رح مسك ايدي قال له لا بص في عناي وبعدين دخل طبعا انا احترم طبعا ان دي صحقافات شعوب لكن في النهاية هو رح سلم عليك كان ممكن ما روحش كتير بيحصل رح سلم عليك وكانش فيه داعي للخناقة دي انت انا شايف انه دخل كان متحامل شوية في المباراة بدون داعية اولا كنت مالوش علاقة اذا كان الهدف يحتسب ولا لا مش هو اللي حسب وعندك الحكم رح اطرد عليه سألني انه هو الرجل اللي جالك بعد المبارا هو اللي جالك سلم عليك يعني بثقافة نحن العربية خلاص بقى ده رجل لحد عندك زي مقول لك ثقافة الالمانية انه طبعا قلت لما قال لك هو ما بصش في عنا يك اللي يحترمني دي حاجة المانية اكيد مش كل العالم هيعرفها يعني اللي لما انت شرحت شرحت اذا كان اعدي 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 يعني احنا كمان اتغذت بالشكل بعض المقرار الجميل يا كابتن تصرحاتهم بعض المقرار يعني ده الجميل الناس متمادد يعني ده لو حصلت عندنا هنا الاعلام كان يطلع يهاجم وسورتنا قدام الناس بس هم كان يزودوها تلاقي بعض الصحفيين يروحوا فلان قال عليك ترد تلاقي تصرحات الحمد والله ما حصلش عندنا لكن هم عند الواقعة وانتهت في المقتبر يمكن حتى شفت كنت رغم متحمل انه لأي حد ابني بالعنف هرد بالعنف لكن في النهاية دي مش مشكلتنا يعني خلينا نتكلم في المتش ده امور فنية في الامور الفنية دي مشكلة شخصية وانتهت فده ده جميل يعني الناس برضو برفض انا زيب ما اميز الارقام والارقام المميزة بعد كل جولة في البريمير ليج طبعا ما اصنعت الاداف كيبن دي بروين تمردات سليمة شايفين جوا وفيدرو بنتكلم على نظافة شباك نيك بوب بتاع نيو كاسل اكثر تازديدا كان دين هندرسون من توننهام يعني عندنا الاكثر اهضارا كان فريل ارسنال اربع فرص فشيء رائع جدا ان كمان نعرف الارقام بتقول لنا كمان بتقول لنا لغة الارقام بتديك بتديك صورة لحد ما ونتمنى دي على الساعة 11 تتغير ان شاء الله ايو اكثر تهديفا يبقى محمد صلاح نظافة شباك نيو كاسل خلاص تفقد عزوريتها النهاردة ان شاء الله بأجدام صلاح اجيد يا رب ان شاء الله ازن الله كل التوفيير لنجميلها الكبير محمد صلاح النهاردة امام كريسا بلس ان شاء الله الساعة 9 كل التوفيير محمد صلاح خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع للبوندزليجا والدوري الالماني اعلم بحضراتكم مرة تانية وعودة مع حضراتكم مع البوندزليجا وعشان نتكلم عن البوندزليجا هيكون معنا عبر سكايب طبعا نجم كبير جدا جدا مايكل ريشكا المدير الفني السابق الاندية كثيرة في الدوري الالماني على مستوى باير ميونيك على مستوى باير ليفاركوزن على مستوى الشلق مايكل بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الاهلي مساء الخير مساء الخير هاني قبل كل شيء شكرا لكم وتهنئة من مصر من المانيا الى مصر والى قناة الاهلي لان اعشق النادي الاهلي وعشق القرى المصرية واعلم جيدا قيمة النادي الاهلي كاكبر الاندية في قرية افريقيا وفي مصر وهذا فخر وشرف لي تواجد على قناة عظيمة مثل قناة النادي الاهلي النادي الذي له صاع كبير في اوروبا وفي العالم اجمع شكرا لكم احنا كمان سعداء بوجود طبعا مدير فني كبير بقيمتك على مستوى الادارة الفنية وعشان كده ميشايل عايزة اسألك عن رؤيتك مع انطلاق يعني او نهاية الجولة التانية من البوندزليجا ما زال البايرن ودورتموند الفريقين الوحيدين اللي حققوا الست نقاط هل تاني سيكون البايرن ودورتموند هما المنافسين الاوحد في البوندزليجا لهذا السيزن دعنا نتحدث عن الجولة الاولى بالنسبة للجولة الاولى شاهدنا رائع مستوى رائع عظيم من بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند لكن بايرن ميونيخ كان الاروح وكان الافضل في الجولة الاولى لكن اعتقد ان بايرن ميونيخ سيواصل هيمنته من خلال ما شاهدناه ايضا في الجولة التانية في البوندزليجا لكن انتمنى ان تكون هناك منافسة من جميع الفرق الاربع الكبار من اجل مشاهدة البوندزليجا رائعة ودورة رائعة يليك بالقرى الالمانية ويليك بكل المدربين لكن اعتقد ان جميع الاسطاف وجميع المدربين في الكرة الالمانية يستحقون التحية لاننا رأينا نسخة وسنشاهد ونعد الجميع بنسخة كبيرة في البوندزليجا اكيد لو نتكلم على البايرن اكيد نتكلم كمان على الصفقات الجديدة للبايرن وعرأسها طبعا الساديو ماني بعد رحيل لبندوزكي عايز اعرف رأيك في اداء الساديو ماني والانتقال من ليبربول لدوري يمكن يكون مختلف شوية عن البريمير ليج الرتم مختلف يمكن على مستوى الشعبية اكيد الدوري الالماني دوري قوي ولكن شايفي الغاية دلوقتي ازاي اداء الساديو ماني مع باير موني انت على حق بالنسبة للساديو ماني كما ذكرت لاعب رائع قدم اداء عظيم عندما كان في ليبربول مع مو صلاح وكانوا صنائي رائع لفريق الريدز لكن انتقال للساديو ماني الابوندزليج انتقال كبير وانتقال عظيم سيزيد من قيمة الدوري الالماني واعتقد انه لاعب رائع يلعب لباير الاميون برضو ميشايل عايز اعرف رأيك في امتى سيفوز احد الاندية الالمانية طبعا بدور ابطال اوروبا نتكلم على الباير انه كان قريب المواسم الماضية ولكن لم يفوز بها هل الجاب او الفارق واسع ما بين القرى الالمانية وخلينا نتكلم على البوندزليج او البريمير ليج هو دوت اللي بيقوي فرص فرق البريمير ليج ام الباير بالصفقات الجديدة بالبداية الرائعة للبوندزليج يكون كمان قادر للفوز بدور ابطال اوروبا اعتقد ان كل عام هناك مرشحين خمس واكس وست فرق مرشحين للفوز بالشامبيوز بالشامبيوز لكن اذا ما تحدثنا عن هذه الايام من من الفرق الذي يملك لاعبين كبار زات كوالتي كد يفوز بالشامبيوز ليج لان شامبيوز ليج له خصائص لا يجب ان تسيطر على الدور وليس هناك معنى ان تكون بطل الدور ان تفوز بالشامبيوز ليج لكن البطولة بطولة شامبيوز ليج هناك تفاصيل ضئيلة وقليلة جدا هي من تحسم الامور لكن هناك اكثر من ست وسبع فرق مرشحين للفوز طب قبل من نروح للبريمير ليج ويمكن اللقطة الشهيرة على مستوى اوروبا لطخل وكنت عايز اعرف ميشيل انت بتشجع مين في المانيا انا ينادي بتشجع كما تعلم كنت اكثر من ثلاث سنوات مدير فني باير ليفركوزن وذهبت لأكثر من ثلاث سنوات في شتوتجارد وكنت مع باير لميونيخ لأكثر من عام كانت رحلة عظيمة مع المدرب الايطالي كارلو انشلوتو عندما كان مدرب للبايفاير انا اعشق كل الفرق ولا تضعني في مازك اشجع العديد من الفرق الالمانية انا اعشق كل الفرق التي دربتها وكل الفرق الذي لعبت فيها لكن اعتقد ان بالنسبة لي الفريق الذي نجأت فيه صعب عندما تسأل مدرب لعبة ودرب في سلاس اكثر فرق لكن تستطيع ان تقول اشجع بعض الفرق وكل الفرق الذي دربت واتجد انا احب واعشق فريق هامبورج لان هامبورج لديها العديد من لعبين الذين يصيرون اعجابي وايضا جماهير هامبورج لديها مكان خاص في قلبي لو جبنا سيرة هامبورج اكيد ستبلغنا وتقول لنا كمان عن موهبة مصرية بتلعب في الهامبورج لعيب مصري مميز جدا ويمكن قبل الهوى من خلال متابعيتي عرفت انك يعني عينيك على لعب مميز جدا لعب مصري عايز اعرف اكتر عن هذا اللعب المصري كما تعلم دربت العديد من الانديال المانية والانديال الاوروبية الكبيرة واهتم دائما بالاكاديميات والناشئين واتابع الناشئين اكثر من اللاعبين الكبار ولا تستغرب من ذلك لكن بالنسبة لي اريد ان اقول لمصر ان لديكم موهبة عظيمة عمر ماجد يلعب في هامبورغ ولديه رقم كياسي عظيم كاصغر شاب ولاعب ناشئ يلعب ويتم تصعيد لفريق هامبورغ الفريق الاول وانا متأكد ان هذه الموهبة قد تخز اوروبا ليس فقط المانيا يجب ان تحافظه على هذا اللاعب لانه سيساعد هامبورغ كثيرا في البوندوس ليجا ولديه موهبة عظيمة اعتقد ان يجب على المصريين ان يقومون بمتابعة هذا اللاعب ليس فقط هو بل المصريين في المانيا كسر ويجب متابعتهم ميشيل اكيد انا هكون على اتصال بك بعد الحلقة مباشرة لان انت تتكلم في جزء مهم جدا لاعب مصري بهذا القدر ومن اشادة من مدير فني كبير لازم ياخد كل الاهتمام ميشيل بنشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله لنا اللقاءات اكيد تاني على شاشة قناة النادي الاهلي شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا لكم وصهر الصعيدة محسن كلام كتير جدا على اللعيب المصريين اللي بيعاب في اوروبا وقدمنا نماذج هنا في المحترف لكن كمان مشايل بيتكلم على نجم كبير وعنده امال كتير ان هذا النجم يساعد فريق بحجم هامبر في علمانيا لتقدم في مستويات جيدة جدا شيء مهم جدا هنتابعه في المحترف خلينا نطلع لآخر فاصل سريع في المحترف ونرجع مع نجمنا الكبير محسن لملون اهلا بحضراتكم مرة تانية محسن مدرب كبير مشايل طبعا ندرب البايرن وليبركوزن وشتوتجرد وشالكا بيقول على لاعب اسمه عمر مجيد لاعب مصري بيلعب في هامبورج ومستقبل ومستقبل كبير جدا ايه رأيك ونشتغل ازاي على الجزئية ديت عشان عندنا قدمنا هنا في المحترف لغاية دلوقتي 4-5 لعيبة بلعبه في الدورات الاوروبية جميل والله كابتن انت في الاساس الناس كرة مصرية بتدور على الاحتراف عشان اللعيبة تقدر تتأقلم على اوروبا والبطولات الكبيرة الفريق الاول يعني هو لسه شاب صغير في فريق هامبورج اللي هو اكيد مش فريق كبير ولا حال يعني مش زي البيرن لكن تم تصعيد تصعيد الفريق اول ده اصغر ناشئ ايه تم تصعيد الفريق اول اكيد يعني بعدين عبر خلي بالك من الفرق يمكن فترات الاخيرة متعسرة ولكن من الفرق الكبيرة جدا اسماه كبير في المانيا اكيد لكن المقارنة صعبة بينه بين البارني ودورتوموند لكن ده كويس جدا انت عندك حد اريد جاهز يعني انت لا هتودي ده الناس هنو تروح تعمل معايشة عشان تعرف هو الرجل معايشة هناك لوحد يعني فانت جايلك جاهز يعني احنا قلنا مثلا محمد صلاح احترف في سن مبكرة فظروف خدمته هو يلعب لغاية منتقب الشباب مفيش مشكلة لكن ممكن جدا نلحق يعني مبرح في ماتش روما شعره عمل بصراح ماتش رائع جدا وما سجلش بس عمل السيست رائع جدا ماتش عمل ماتش جويس جدا دي برضو احد المهاب اللي راح اتمنى يعني لو كنا مبكرا كنت تلحق الحاجات دي فاتمنى المسؤولين عندنا يلحقوا يلحقوا الناس لأن دول هما دول مستقبل الكرة مصرية اعتقد ان شاء الله ان فيتوريا مش هيفاوت حاجة زي كده لانه بصراحة يعينه حلوة وعمال يلف على الاندية كلها ومهتم بالجزئة دي خصوصا مجموعة الشباب حتى كان مهتم بمنتخب الشباب اللي كان في دورة السعودية للناشئين دي او للشباب اللي خد فالوصيف اعتقد مش هيفاوت حاجة زي كده اتمنى نلحقها ومش هنخسر حاجة بالعكس 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 محسن بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا كالعادة دايما بتنورنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا كمان لحضراتكو على المتابعة ان شاء الله الخميس القادم حلقة جديدة ويوم جديد من المحترف